تنفيذا لأمر صاحب السموء الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة استأنفت وزارة الإسكان اليوم توزيع وحدات المدينة الشمالية على دفعات جديدة من المواطنين المستحقين وستستمر الوزارة في توزيع وحدات المدينة الشمالية على دفعات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المستحقين بصورة منظمة إذ أن مشروع المدينة الشمالية جاء ليغطي نسبة كبيرة من الطلبات الإسكانية القديمة بعد أن سهمت في تقليص ألاف الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار يذكر أن مشاريع مدن البحرين الجديدة تشهد تساروعا ملحوظا خلال الفترة الحالية وتحديدا الأعمال الإنشائية في المدينة الشمالية التي تشهد تقدما كبيرا بحسب الجدول الزمني المعد لتنفيذ حزم المشروع المختلفة وأن هذا التقدم الكبير في ملف المدن الإسكانية الجديدة يعود إلى الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ يده الله للخدمات الإسكانية والتوجيهات المستمرة للحكومة الموقرة ويعد مشروع المدينة الشمالية أحد أبرز وأضخم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن برنامج تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية والتي تعتبر أكبرها من ناحية المساحة وعدل المساكن لتبلغ بذلك الطاقة الاستيعابية للمدينة حين اكتمالها حوالي 100 ألف نسمة على مساحة تبلغ حوالي 740 هكتارا تم اختيارها بعناية فائقة تستقبل وزارة الأسكان دفعة جديدة من المستفيدين للحصول على وحدات سكنية في المدينة الشمالية تندرج هذه المجموعة من ضمن 4800 وحدة سكنية اللي أمر فيها صاحب السمو الملكي والعهد الناب الأول لريس مجلس الوزراء واللي اعتبر في الحقيقة المشروع السادس من ضمن 12 مشروع راح نستكمل توزيعه إن شاء الله خلال ما تبقى من هذا العام والعام القادم الدفعة اللي نستقبلها اليوم في وزارة الإسكان المدينة الشمالية تعتبر استكمال لدفعات سابقة تم تسليمهم العام الماضي أيضا من ضمن الآلاف من الوحدات السكنية اللي أمر فيها صاحب السمو والعهد المدينة الشمالية طبعا هي المدينة الأكبر على الإطلاق ونأمل إن شاء الله راح استكمالها راح توفر لنا العديد بل الآلاف من الوحدات السكنية المدينة الشمالية طبعا تمتاز عن باقي المدن المساحة والواجهات البحرية والإطلالات البحرية وشبكة الطرق والخدمات اللي في الحقيقة تعتبر متطورة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر